فيامة دافعون عن الحملة العسكرية وتطلقون أوصافاً تعميمية جائرة تشملون بها كل من انتسب للعمل الجهادي في سيناء تذكروا قول ربكم عز وجل والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتاناً وإثماً مبيناً سيدي وسيدكم محمد صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الذي صححه الألباني ما من ذنب أجدر أن يعجل الله تعالى لصاحبه العقوبة في الدنيا مع ما يدخره له في الآخرة من البغي وقطيعة الرحم البغي الظلم وقطيعة الرحم أيها الإخوان المسلمون وأيها المنتسبون إلى السلفية الله أمركم أن تتبينوا قبل أن تصيبوا قوماً بجهالة فإن خالفتم أمر الله ورسوله فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم والله إنا لنخشى عليكم أن يأتي الدور عليكم في الدنيا ثم تلقون الله وهو عليكم ساخط وإنا والله لا نحب لكم نهاية كهذه أين دعوتكم؟ أين تعليمكم الناس حرمة المسلم دمه وماله وعرضه؟ كثير من الناس أحسن الظن فيكم واختاركم ظناً فيكم إقامة العدل ومنع عودة الفلول وظلمهم كفاكم تخييباً لظنون الناس فيكم العجيب أن البعض يهون من شأن قتل بعض المجاهدين يقول حتى على فرض أن ذلك حصل فهذا خطأ وسننصح الرئيس بأن يتحرى هكذا بدا من بارد كالذي نعهده من الساسة الأمريكان عندما يقتلون مجموعة من المدنيين فيقولون سوف نحققه في الأمر تعالوا نتذكر ماذا يعني قتل المسلم؟ قتل المسلم هو أكبر الجرائم بعد الشرك بالله قال الله تعالى وَمَنْ يَقَتُ الْمُؤْمِنَا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا وَمَنْ يَقْتُ الْمُؤْمِنَا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَّهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا هذا عن أي مؤمن ولو لم يكن مجاهدا ما الذي سينجيك يا محمد مرسي من هذه الآية؟ طبعا أعلم أن هناك أحمق حاشاكم لا يفهم ولا يريد أن يفهم يريد أن يرد ولا يريد أن يتعلم سيقول لي كيف تتكلم عن حرمة دم المسلم؟ أنتم قتلتم في العراق؟ أنتم فعلتم كذا؟ فليعلم هذا الجاهل أني لست منتميا إلى أي حزب أو تيار ولا أدافع عن أخطائي أي جهة كانت فلا يحاسبني على أفعالي غيري أو ما يتوهمه أنه من أفعالهم دعونا الآن من التعصب والتشنج ومحاولة الرد لمجرد الرد أتعلمون ما معنى قتل المسلم؟ ما معنى قتل المسلم في الحديث الذي صححه الألباني قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لزوال الدنيا أهون على الله من قتل رجل مسلم في الحديث الذي رواه البخاري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبغض الخلق إلى الله ثلاثة أبغض الخلق إلى الله ثلاثة وذكر منهم ومطلب دم امرئ بغير حق ليهري قدمه فقتل المسلم بحد ذاته جريمة كبرى فكيف بقتل المسلم المجاهد؟ قتل المسلم جريمة كيف بقتل المسلم المجاهد؟ وكيف عندما يكون هذا القتل فيه إقرار لعيون الأمريكان والصهاينة وتأمين لحدود الكيان الصهيوني؟ وكيف عندما يصحبه تدليس وافتراء على المجاهدين وتشويه لسمعتهم بأنهم مجرمون إرهابيون خوارج؟ وكيف عندما يكون هذا القتل بعيد الثورة التي قام بها عوام الناس رفضا للظلم واختاروا فيها من رأوهم إسلاميين فخابت فيهم الظنون ولم ترعى الأمانة؟ وكيف عندما يكون القتل والاعتقال وانتهاك حرمات البيوت هذه المرة تحت ظل ولي الأمر الذي يعطي الشرعية في كل ما يفعله الجيش في ظن البعض بخلاف ما كان عليه أيام حسني فتتم هذه الجرائم باسم هذا الرئيس الإسلامي بما يخدر شعور الشعب عن الثورة على الجيش وأفعاله النكراء وكيف عندما يكون هذا القتل في شهر رمضان وفي العشر الأواخر منه؟ فهذا الذي يحصل مجموعة من الخطايا الكبرى فتوب إلى الله منها يا من تورط فيها وتفاخر بأنك تقود حملتها وتوب إلى الله يا من تدافعون عنها أيها المسلمون وأيها الحزبيون ويا من تنتسبون إلى السلفية لا تدافعوا عن هذه الحملة وإلا كنتم شركاء فيها كنتم شركاء في هذه الجرائم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا عملت الخطيئة في الأرض إذا عملت الخطيئة في الأرض كان من شهدها فكريهها كمن غاب عنها ومن غاب عنها فرضيها ومن غاب عنها فرضيها كان كمن شهدها والحديث رواه أبو داود وصححة إسناده أحمد شاكر أيها الحزبيون عندما تسرون على الدفاع عن الأخطاء خاصة إراقة الدماء أو تقللون من شأنها فإنكم تدكون آخر مسمار في نعش محاولات التفاهم والتقارب مع التوجهات الأخرى وتصاعبون مهمتنا نحن من ننشد جمع شمل المسلمين ليتكم تتعلمون من بعض قادة الجهاد العالمي الذين حتى وإن كان لنا تحفظات على بعض ما بدر منهم لكن على الأقل كان لهم مراجعات وتصويبات وتبرأوا من كل دم أريق بغير حق وتناصحوا ونشرت رسائلهم في تحري عدم إراقة هذه الدماء إلى أن وصل كثير منهم إلى النج والحكمة التي رأيناها في البيان الذي نقلته في الكلمة الماضية أيها الحزبيون ويا من تنتسبون إلى السلفية كفاكم تخيبا لظنوننا وظنوني من يريدون الإصلاح بين الملتمين إلى العمل الإسلامي قبل شهرين من الآن وبتاريخ سبع عشرين ستة تحديدا نشرت كلمة أشرت فيها إلى احتمال أن ترهن القوى الغربية الصلاحيات المعطاة للرئيس والأحزاب الإسلامية التي انخرطت في العمل الديمقراطي في المرحلة المقبلة أن ترهن ذلك كله باستعدادية هذه الأحزاب لتنفيذ دور تطويع البلاد للسياسات الدولية ومحاربة الإسلام الأصولي أي أنها تريد ضرب التيارات المنتسبة للعمل الإسلامي بعضها ببعض ثم قلت عن هذا الاحتمال أنه ضعيف وأن عموما منتسبي الأحزاب يرفضون أداء هذا الدور وكنت أظن أن مشايخ السلفية سينتفضون ويزمجرون غضبا إن رأوا تسخير الرئاسة الجديدة لضرب المجاهدين وإذا بكم أيها الحزبيون الذين أحسن بكم الظن تبررون أو تتغافلون عن سفك الدماء المعصومة وترضون سريعا بالانضمام إلى الحرب العالمية على المجاهدين ثم إذا بعامة مشايخ السلفية يلتزمون الصمت والبعض يعلن أنه يسير وراء الجيش لمحاربة التكفير في سيناء في زعمهم ولا حول ولا قوة إلا بالله ولعل استدراج الرئيس والأحزاب الإسلامية الديمقراطية إلى ضرب التيارات الجهادية لم يكن الخيار الأول بالفعل لدى مراكز المكر الغربية لكنها رأت في هذه الأحزاب ومن مشايخ السلفية ما أطمعها فيهم فقدمت هذا الخيار واستعجلت تنفيذه عندما أحرق المسجد الأقصى عام 1969 قالت جولدا مئير رئيسة وزراء الكيان الصهيوني لم أنم ليلتها وأنا أتخيل العرب سيدخلون إسرائيل أفواجا من كل صوب لكن عندما طلع الصباح ولم يحدث شيء فقط اكتفوا بعبارات ندين نشجب نستنكر أدركت أن باستطاعتنا فعل ما نشاء فهذه أمة نائمة وليست أمتنا نائمة هذه المرة بل فيها حياة بفضل الله وهذا أوان افتراق الناس إلى فستاطين فاتقوا الله أيها الحزبيون وقدموا دينكم على حزبيتكم واتخذوا يا مشايخ السلفية في مصر موقفا يبرئكم من لعنة كتمان البينات والهدى وإلا فلا أرى إلا أن الدور سيأتيكم ثم تمضون غير محمودين في الدنيا ولا في الآخرة وليس هذا ما نتمناه لكم والله إني لكم ناصح أمين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله